السيد ألكسندر شانبيرغ قال في بروكسل أن الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت لن يؤدي إلى أي نتائج حيث يجب أن تكون هذه النقطة جزءا من عملية أوسع لتسوية الصراع الإسرائيلي وقال الإجماع الآن هو على أن الاتفاق لن يأتي بأي نتيجة ولا أرى أي عملية سياسية تجري بعد برأيك لماذا النمسا اليوم لا ترى أي قيمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية أولا أعتقد أن الحكومة النمساوية الحالية هي حكومة تبنت وتتبنى إلى حد بعيد الموقف الإسرائيلي مع الأسف الشديد أقول هذا أنها تتبنى الرواية الإسرائيلية السيد شالنبرغ وزير الخارجية ينسى أن نتنياهو قال بصراحة ووضوح تم أنه يرفض حل الدولتين وبالتالي لا يوجد لدينا شريك ولكن سالنبرغ يقول أننا نرى الحل على شكل حل الدولتين صحيح لكن حل الدولتين حسب رؤية شالنبرغ أنه يريد أن يكون نتاج لعملية سياسية تفاوضية حتى تكون هناك عملية سياسية تفاوضية نريد أن الطرف الآخر يؤمن بحل الدولتين ومن ثم نجلس على طاولة ونتفاوض كيف نصل إلى هذا الحل نحن لن نجلس مع إسرائيل لكي نتفاوض هل لدينا الحق في دولة أم لا نحن سنجلس ونتفاوض مع إسرائيل إذا كان هناك حكومة إسرائيلية أولا توافق على مبدأ حل الدولتين وثانيا هذه الحكومة مستعدة أن تتفاوض معنا كيف نصل إلى هناك إلى بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة فبالتالي أعتقد كلام السيد شالنبيرغ لا منطق فيه بتاتا وهو يشكل حماية غير مستحقة لدولة إسرائيل وتغطية على موقفها الرافض لإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 67 دعني أضيف شيئا آخر سيد شالنبيرغ قال في العديد من المناسبات نحن نرفض أن يرفع شعار من البحر إلى النهر فلسطين حرة هذا شعار ممنوع في النمسة ما يتناسى السيد شالنبيرغ والسلطات النمسوية بأجمعها أن برنامج حزب الليكود الحزب الحاكم في إسرائيل أيضا يقول من البحر إلى النهر دولة إسرائيل بالكامل يتجاهل أو يتناسى أن بنيمين نتنياهو وقف أمام الجامعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي رافعا لخريطة الشرق الأوسط لا توجد فيها لا دولة فلسطين ولا حتى مناطق فلسطينية محتلة نتساءل لماذا هذا الصمت من قبل الحكومة النمسوية هل يحق لإسرائيل أن تقول من البحر إلى النهر دولة إسرائيل الكاملة ولا يحق للشعب الفلسطيني أو مندوبي الشعب الفلسطيني أو المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني أن يرفعوا هذا الشعار يعني هناك عدم منطقية في الموقف النمساوي ولكن استوقافا عن هذه النقطة سعد السفير ألا ترى أن موقف النمسا مبرر لربما باعتبار أن هذا الشعار يطلق على أراضيها وتراه يعني أو تقيمه على أنه من الشعارات المعادية الإسلامية في المقابل كما تفضلت أن حزب الليكوت الذي أعلن إضافة أنه لم يعلنها في النمسا وبالتالي يعني ليست هي شعار مظاهرات وبالمحصلة هي كلها شعارات فألا هنا يوجد نوع من الخلط؟ ألا أولا أنا أعتقد أن دولة يعني تقول عن نفسها بأنها دولة ديمقراطية وتتبنى يعني مبدأ حرية الرأي أعتقد أنه تعدي كبير على حرية الرأي أن يمنع الإنسان من أن يبدي وجهة نظره هناك الكثير من اليهود الذين ينادون بدولة واحدة لكل مواطنيها سواء مسلمين مسيحيين يهود هذه وجهة نظر هناك الكثير من الناس لا تؤمن بحل الدولة تؤمن بوجود دولة ديمقراطية علمانية واحدة كل يكون الجميع فيها متساوين فهذا مبدأ من مبادئ حرية الرأي ثانيا يعني طب ما هي حدود دولة فلسطين في عام 67 يحدنا من الغرب إذا أخذنا قطاع غزة البحر الأبيض المتوسط ويحدنا من الشرق نهر الأردن إذا نستطيع أن نقول أيضا دولتنا التي هي على حدود 67 هي محاطة من البحر إلى النهر يوجد محامية تقريبا تظاهرت قبل أسبوع وتعرضت لإساءة ما من سلطات الشرطة وقالت أن حتى شعار من النهر والبحر يقال ولكن ضمن سياق معين يعني أعتقد في إشارة لما تفضلت به هي يعني أشارت إلى قرار المحكمة الإدارية بفيينة بالمناسبة التي قالت أنه لا مش ممنوع رفع هذا الشعار الشعار من حيث المبدأ مسموح لكن ما هو الإطار التي يتم في طرح هذا الشعار نعم هي السيدة أستريد فاغنر أستريد فاغنر بالضبط أستريد فاغنر ترجمة نانسي قنقر